بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ها قد عدنا والعود أحمد مصنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البوليستير أو البوليستير أو كما تسمونه عندكم في بلادكم أو في منطقتكم هذا البوليستير الذي يستعمله أصحاب الدجاج الذين يرغبون الدجاج الذين يختمون به ذلك البولاي خم الدجاج هذا البوليستير أو الذي يستعمله البناء لعزل حائطين لسكن مثلا حائط بريك حائط بريك 10-10 سنتيمتر هذا البوليستير يديره بين الحيوط كعازل هذا البوليستير الذي سيحمي النحل من حرارة الشمس وكذلك في الشتاء يعزل عنه البرد أنت كنحال عندك منطقة ما فيها حرارة شديدة المستحسن تضع مثلا هكذا مثلا كشغل خيمة كل خيمة يديرها فوق السنادق تكون مرتافعة عنه وعن ما مما تسبب له أو تضع له الظل لكن إذا كان عندك نحل كبير ولا تستطيع وضع الكثير من الخيام البوليستير هكذا يوضع على جنب الخلية يحميها من الحر أمر سهل وبسيط وكذلك مثلا لأني سأعمل بعد قليل وأنا أصور لوحدي والنحل شريس كما نشرت لكم في الفيديو السابق وكذلك الكارتون لما أضع البوليستير أغلفه بالكارتون ها قد عدت إليكم والعود أحمد مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلوا على خير الأنام خير البشرية والصلاة على النبي فيها بارك الأمر سهل وبسيط يعني بأشياء حد بسيطة جدا تستطيع وضع حماية للحرارة للنحل حماية للنحل من الحرارة انظروا إخواني هنا المسافة التي تركتها بين الغطاء وبين البوليستير والكارتون ما تقارب العاشر سنتيمترات هذا سيكون عازل إن شاء الله للنحل وسأكمل العملية ما باقي الصناديق لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته